السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لكثير تكلمنا 9 الفيديو الي فات عن الاناتومي فى ساليفر جلاند وتكلمنا عن الساليفر جلاند وكل حاجات خاصها اللى هي البروتىارطيد يعني كل الحاجات دى كانت عن البروتىارطيد ان شاء الله هاتكمل الفيديو دى الاناتومي بتاع الساب مانديبولار جلاند وقلنا كده كده الساب لينجول مش موضوع تابعنا يعني لو فاكري ان البروتىارطيد كانت شكل المثلث المقلوب اما infiltrate الساب منديبولارطيد قرت تحت المانديبول من اسمها وقلنا مش بنيتكلم عنها. ونذكر بس ان الـ كانت بتطلع قلنا ده يعني الـ دي كانت بتطلع بس بتاعتها سعة الأكل. إنما الـ بتطلع الميكوس بتاعتها وانت سمعني على كده. يعني الميكوس بتاعت اللي هو عام زي المية اللي هو العام زي الميكوس بقى يعني لو انت فاكر ان ربطلك ان انت وانت قاعدت دلوقتي سمعني. فدلوقتي اللي هو الميكوس ده اللازق في بقىك. ماينفعش يكون عام زي المية عشان فاهمني. عشان وظيفة الترطيب في الأول والآخر تمام. وبالتالي لما يجب نتكلم عن هنا فوظيفته الأولى والأخيرة هنا هي الترطيب تمام. طيب وبالتالي الـ ساعة الأكل وكلام ده مهم يا جدعان. مهم والله لما ناخد تمام. وان شاء الله لو خلصنا يعني في بتاع نص ساعة ولا مطولناش فيها يعني. هنخلص الانفولميشن او ناخد الانفولميشن في نفس الفيديو. بحيث نكون أنجزنا ان شاء الله فيهم يعني. فدعواتكم معنا ان شاء الله نلحق نخلصهم يعني تمام. طيب هنتكلم عن الاناتومي في سب منديبلر جيلاند. نسبيا مقارنة بالبروتد سهل شوية تمام. طيب أول حاجة سب منديبلر جيلاند موجودة فين؟ موجودة في السب منديبلر تريانجل. حد فاكر التريانجلز بتاعت النك كده كثرة ولا لأ؟ عندما كنا نتكلم عن التريانجلز بتاعت النك كنا نشاهد فيه حاجة اسمها موسكللل تريانجل و حاجة اسمها سب منديبلر تريانجل. حد فاكر الكلام ده يا جماعى. قلنا إن كان فيه سب منديبلر تريانجل ده كن ليه اسمي تاني حد فاكره. عندما كنا نتكلم كده بصوا كده قادي الرقه بقى هي. و قادي الهايو دوبون طيب كنا بنقسم النك كده لما كنا بنعمل خط بالشكل ده. وكنا بنقوله ان كان فيه anterior triangle و posterior triangle anterior triangle اللي كان عامله قدام مين كان قدام عضلة الاسترنو مستويد مسل حد نمتذكر المعلومة دي طيب anterior triangle ده كنا بنقسمه 3 triangles حد فاكر كنا بنقسمه لحاجة اسمها mascular triangle تمام وحاجة اسمها carotid triangle وحاجة اسمها sub mandibular triangle حد فاكر المعلومة دي يا جماعة وقلنا ان sub mandibular triangle لان فيه sub mandibular gland تمام يعني لو جينا بصينا هنا دي اللي هيدوبونا هي وقادي اللي هو الفك السفلي تمام؟. شايفين فك سوف لههو. تمام بصوا كده. الساب منديبولر تريانجل هتلاقيها موجودة اللي هتلاقيه في اللي هو المسلس ده. شايفينه يا Başki كنا بنسميه الساب منديبولر تريانجل او الدايجاستريك تريانجل لان كان فيه المصل. تمام جماعة. طيب فهي اول كلمة كده والساب منديبولر جياند موجودة فين؟ في الساب منديبولر تريانجل. يعني التريانجل ده اتسمى على اسم الساب منديبلر جلاند. فهمين الفكرة؟ الساب منديبلر جلاند هتلاقيها موجودة بالشكل ده. تمام؟ جزء منها بيكون ديب بين الميلوهايويد مصل والهايو جلوسوس مصل. وجزء منها بيكون سوبرفيشيال. يعني ايه الكلام؟ تتعلم نفهم مع بعض إن شاء الله وهتلاقي الدنيا سهلة. لو تتذكر الفيديو اللي فات أو المحاضرة اللي فاتت كنا بنتكلم عن عضلة كده اسمها الميلوهايو... اسمها الماسيتر مصل. وكان فيها عضلة تاني جماعة لو حد فكرها اسمها الميلوهايويد أو الميلوهايويد مصل. الميلوهايويد دي اسمها مسكة منين. هتقولي والله بين الهايويد والميلو. ايه الميلو ده؟ هفكرك ايه الميلو ده لو انت ناسي يعني تمام؟ لما كنا بناخد الأناتومي بتاع عظمة المانديبل زمان. حد فكر في السين ناس الأناتومي بتاع عظمة المانديبل. لما كنا بنقولها دي عظمة المانديبل هيا جماعة. كنا بنقول إن المندبل كده من جوه كان فيه كده من جوه من جوه يعني مش من بره من جوه قلني كان فيه خط كده اسمه الميلوهايويدلاين حد فكره كان فيه خط كده اسمه الميلوهايويدلاين إن خط ده من جوه يعني لو أنا بصيت كده من بره أدي المندبل لهو لو بصيت كده من بره مش هشوف الميلوهايويدلاين ده مش هشوفه يا جماعة فاهمين الفكرة لو أنا بصيت لأنه هو موجود من جوه من جوه يا جماعة فاهمين الفكرة من هنا تمام ادي اسنانناك يعني هنا في الح Rules وهي الموجود ورا فهمين الفكرة؟ أهو موجود هنا يعني ده برة وده جوه المالوهايويد لاين موجود من جوه مش موجود من برة فالمالوهايويد اللين ده جماع طلع منه عضلة او متوصل منه عضلة العضلة ده مسكة من الهايو هيه بشكل بص كده يعني موجوده من ورا هي شفيني Cathy موجوده من ورا ونزل كده اللتي له حد ما رحها تمسك في من في الهايويد بون اللي هي عضمة الهى費ائيويد فاسم العضلة ديتة الكاترة المايولوهايويد مسل فهمنا الفكرة طبعا في سيContina ساوات话 تمام اسمها المايولوهايويد مسل اهي اسمها من المايولوهايويد الالين لحد الهايويد طيب كويس خالص اسمها ايه يا جماعة اسمها المايولوهايويد مسل كويس خالص وفي رافما بينهم هم الاثنين يعني يعني النص المين متصل بالنص الشمال وفي ايه راف كده في النص علي تمام طيب الـ Sub-Mandibular Gland بقى related للمييلوهايويد يبقى تماجم عمس انا بضبط الاساسيات معاكم عشان لما يعني انا المشكلة الوحيدة اللي بتلاقي بتحسسك الدنيا صعبة ان احيانا لما بتكون الاساسيات واقعة واقول كلام كتير كده عمان شو فاقولك ايه مش عارف الـ Sub-Mandibular Gland مش عارف بتكون Deep للمييلوهايويد والهايو بلسطس فانت ايه مخك بياخد فترة على البدل ما يبروسس ايه الـ Sub-Mandibular Gland دي وايه المييلوهايويد انت مش فاكر حاجة فتلا الدنيا صعبة لكن لا لما اخد وقت ان انا اثبت معاك الـ Basis كده بتاعت الكلام فلما نتكلم بعد شوية ان ايه الدنيا سهلة وانت فاكر كل حاجة فاهمني فتعالى نحط Basis كده زي ما اتفقنا انا وانت تمام اسمها ايه العضلة دي والله هي مسكة من المييلوهايويد من جوة لحد الهايوديبون اللي هي من تحت دي تمام فاسم العضلة دي مييلو او مييلو زي ما انت طاها براحتك تمام مييلوهايويد مسل سهلة جدا تمام احنا ايه احنا نهاردة ان شاء الله الفيديو ب يتكلم عن اقناتهم من مين? اضمن ديبلر جيلاند اقل لك اضمن ديبلر جيلاند اجماعة عاملة كده مين بص كده عاملة ايه للساب للمييلوهايودي كده لف عليها كده حتة كده يعني قدامها وحتة وراها مش فاهم يا دكتور احنا نفهم لسة احنا بنسخن جماعة تمام؟ عاملة زي المشبك يعني اتخيل جبت مشبك مشبك عادي مشبك اللي هو الغسيل ده يا جماعة متاع المشبك الغسيل العادي تمام؟ وروح تحطيت المشبك ده اقفلت كده عملت مين؟ عملتك لامبنج كده على العضلة اللي هي مين الميلوهايويد اهو ادي المشبك اهو شايفين المشبك اهو مش ده المشبك يا جماعة اهو شايفين المشبك مش بيكون ليه كده ايه زي دراعين كده الدراعين دول تخيل ان انت قفلت بيهم على الميلوهايويد مصل طب ايه رايك لو شلنا المشبك وحطيت مكانها الساب منديبلر جيلاند اه الساب منديبلر جيلاند عاملة زي المشبك حرفيا لها حتة قدام الساب منديبلر قدام الميلوهايويد وحتى ورا الميلوهيويد. يبقى صعب الكلام ده جماعة يبقى احنا بنتكلم عن. يعني انهي جلند النهارده بنتكلم على السبمن ditبيرال جلنه. السبمن ديبيرال جلنه دي كلام بنج كلام بنج يعني عامل زي المشبك تمام سبمن ديبيرى 들고لان. السبمن ديبلار جلنه دي بتكلم للميلهىويود المصل. تمام؟ حتة منها قدامها بالشكل زي المشبك بالزبط يعني هل فيه تشبيه اسهين كدهNOس ديقول لي دكتور و احنا مش ممكن ناشع فين بتخيل كوائي. اتخيل ايه جماعة ما انا برسم كل حاجة بقولها. انت اللي يعني اقول ايه طيب. اصلي في باس بتقول كومنس بتغيز احيانا يعني فاهم? فالله المهمة. فقدي المشبك هو تمام? المشبك. شايف كده مشبك مشبك. تخيل المشبك كده روحت عملت ايه? قبضت عليه كده بالميلوهايويد. فحتة كده من المشبك هتكون قدام العضلة وحتة ورا العضلة. سهلة سهلة جماعة تمام? وبالتالي ينفع يعني هل يجوز ان انا اقول ان جزء منها للميلوهايويد. وجزء دي ينفع. مفيش مشاكل. ينفع جماعة ولا لا? ينفع ديكاترة ولا لا? ينفع ولا لا? طيب. موجودة في انهي طيانجل طيب افرد جابها لك في الامتحان في صح ولا غلط صح? ما انا قلت لك هو انت مش حافظ المسلسات. قوعة ما تكونش حافظ اسماء المسلسات. مهمة جدا. مهمة جدا يا جماعة. مهمة جدا الكلام ده. مهمة جدا اسمها المسلسات بتاعت النك. تمام? المسكة للتريانجل والكاروتي التريانجل اللي نشحتهم قبل كده. لو مش حافظهم واقع في الفيديو بسرعة. وروح راجع عليهم. اكتب على جوجل تريانجل زوفزانك. واحفظ اسميهم. تمام يا جماعة? طيب. افتكر ان التأسيمة اللي عملناها البستيرو تريانجل والانتيريور والانتيريور كان بيتقسم لاربع مسلسات تانيين. تمام? طيب دايجاستريك تريانجل. فالدايجاستريك تريانجل هو نفسه. ليه? لان فيه عضلة جماعة قلنا اسمها دايجاستريك مصل. كان لها انتيريور بيلي وكان لها بستيريور بيلي. كان ماسك فين? البستيريور بيلي. حد فاكر. اه? حد فاكر الدايجاستريك كان ماسك فين البستيريور بيلي. كان ماسك في المستويدي بروسس. بالضبط كده من الانتيريور. لكن المستويدي بروسس كان ماسك فيها من قدام البوستيرو بيلي بتاع الديجاستريك ومن ورا من ورا البوستيرو بيلي بتاع الديجاستريك ومن قدام الستيرو نوماستويد مصل حد فاكر الموضوع ده قلنا الفيديو اللي فات قلنا الفيديو اللي فات مش كده طيب اهو تمام طيب المهم بسيبك من ده احنا متكلم دولتين عن عادة اسمها ميلوهايويد الساب منديبولر جيلاند عملالها كلام بين جي كده كويس خالص يعني حتة كده مين يعني يقولك ان في ان الحتة الموجودة فيها الساب منديبولر دي في العظم يعني العظم كده ايه محفور العظمة بتاعة المنديبول كده ايه تحساها محفورة كده عشان يعني تحط تحتها مين الساب منديبولر جيلاند فهي موجودة في حتة اسمها الساب منديبولر فصة مش مهمة مش مهمة يعني مش مكتوبة مش مهمة خالص احبيرك من علي طيب حبي افكرك بس بحاجة drugiej يعني يعني عضلة تاني برضو إن فيه لسان يعني فيه لسان اللسان اللي هو اللسان فيه لسان اللسان ي burger étaient وأكيد مغداochين براية الرسمية هي voice فاهمنا الفكرة؟ يبقى دلوقتي في عضلتين أساسيتين هنتكلم أو يعني هنمشي بيهم طول الفيديو المايلوهايويد أو المايلوهايويد權 دين ي Latin هم بما ستكونين من الليون المايلوهايويد دين في الماندبل من قوة لحد الهايويد بون هما الاثنين مشتركين في الهايويود التاني سماهها هيوهايوهايواث Additional ما ستكون من اللسان للهايويد بون هما الاثنين مشتركين في الهايويود المايلوهايويد من قدام بمعنىً لو أنا جيت أرسم لك مترد على Seth أدي الهيويدبون أي intermittent دي Ю يعني أبص در آل من إجلس ادي هيويدبون ادي المندب خالص قل لك أيه بقى؟ قال لك في عضلة عامدة بالشكل ده أهي استمها مين؟ بص كده العضلة دي اهي من قدام بص كده ازنوا اللاتر الفيو ده باين تمام قالك في عضلة بالشكل ده اسمها ايه العضلة ده جماعة اسمها 16 اه 17 انا اعسف تمام اسمها 16 اهي شايفينها العضلة دي اسمها 22 اهي شايفينها اهي اسمها 22 كويس خالص دي العضلة اللي هي مين اللي من قدام طب العضلة اللي من وراء قالك والله العضلة المزء الف laundingari بس كف اللسان يبقى لأنه هاجي رسم اللسان. جماعة اصلي انتو عارفين 3D مش هجيب التفاصيل اللي انا برسمها. يعني اللي انا برسم يعني بجيب مش هارف رسمة من قدام ورسمة من هره وبلف لك. 3D مش كده تلاقي حاجاتها عك كده ومش بالزبط يعني تمام? ففهمها معي احسن والله من 3D صدقني يعني تمام? طيب بصوا كده. فادي مين? ادي العضلة التانية اهي. مسكة من اللسان اهي بصوا كده معديها الحد ما مسكة من اللسان. اهي مسكة من اللسان كده اهي. ونزلة نزلة للهايو د اسمها هايو جلوسس. فهمين الفكرة? طيب وبالتالي انت عندك عضلتين اساسيتين اهم. عضلة من قدام. اسمها ايه جماعة اهي? اسمها. بص العضلة دي اسمها. ميلو هايويد مسل. ميلو هايويد مسل. والعضلة اللي هي دي وراها يعني شوية اسمها مين يا جماعة? اسمها هايو جلوسس. كويس خالص. الساب منديبلر جيلاند بقى. ما كانها فين في الكلام ده. احنا اتفقنا ان الساب منديبلر جيلاند اللي هاتو بارت عاملة زي المشبه يعني فيه مانع لو انا نسمتها كده يا جماعة. فيه مانع لو انا نسمت الساب منديبلر جيلاند عاملة كده. جزء السوبرفيشيا لهو. ده الجزء السوبرفيشي البارت مثلا. وقادل جزء الديب بارت. هتقول لي هم مفصولين اه. مفصولين. يعني حتتين. يعني يعتبرهم مفصولين. يعني عشان يريحوك في الفهم. هم مسكين بس بشكل جريب شوية. يعني مسكين في بعض. ولكن ما بينهم فاشية. فانا ها اعتبرهم مفصولين في الرسم. تمام? طيب. فانا ها اعتبر ان ده هو السوبرف ده ال ال deep part ال deep part ينفع قول عليه جماعة انه يعني محشور تمام زي الحشو كده مبين الميلو هايويدو مصل والهايو جلسس قدامك قدامك اهو الل walked into virtual dance بتانيه اهو ده اهو ده اهو ده ماله مبين ايه ما سندويتشي ده قال لك والله ده مبين الميلو هايويدو مصل والهايو جلسس طب اما للسوبرفاشل بارت لا ده هو بس على العضلة من برا فهمنا يجمع وبالتالي السبمانديبلر جلاند ليها كام يا جماعة ليها كام بارت اتنين زي باروتد لما كان ليها المين بارت والأكسيسوري هنا نفس الفكرة السبمانديبلر ليها السيبرفيشيال بارت وليها ده الديب بارت السيبرفيشيال بارت على الميلوهايويد بس من برة لكن الديب بارت محشور ما بين الميلوهايويد والهايوغلوسس السؤال الدكت هل بتطلع يعني البروتد المرة الفاتت بتطلع من البروتد وكانت مشتركة ما بين البروت والدو الأكسيسوري قالك هنا الدكت بتطلع من الديب بارت فقط ازاي دكتور بتطلع من الديب بارت فقط مش فاهمها هفاهمك دلوقتي تمام تعال نتفرق كده هم لك رسمة حلوة تفاهمك طيب بصوا كده رسمة سريعة عملتها ايه ده ده اللسانه ده اللسانك كتبلك اللسان بالأحربي طيب ده الطنج تمام يا جماعة ده الطنج اللسان بتاعك تمام ودي سنة على الساس ان انا واخد كت فيو يعني او يعني بص اللاترال فيو دي سنة يعني سنة جماعة سنة ايه تمام وده اللي هو البوكت بتاع السنة ودي الهايويد تمام يا جماعة ودي مين دي الهايويد كويس خالص المفروض ان كان في عضلة مين قدام اسمها الرسمة اللي هعملها دي جيمي تشينجر زي ما بيقولوا الامريكان كده تمام يعني هتفاهمك الموضوع بشكل كويس جدا ان شاء الله تمام ودي العضلة اللي اسمها مين يا جماعة الميلوهايويد فهتقولي طب يا دكتور فين المانديبل انت بش مرضو المايلوهايوع ATP دي مسكة من المانديبل للهايويد اقولك صح بس انشلت المانديبل عشان افاهمك الجيلان دي مسكه ازاي لان الساب منديبل رجيلاند حتا منها مستخبية ورا المانديبل تمام طيب فبص كدا ادي العضلة دي مين يا جماعة العضلة دي الرسمة دي يا جماعة ممتاز جدا ان شاء الله وهتدعيلي عليها والله هتدعيلي عليها لانا ماش هتلاقيpowered يعني لاسمة تفهمك الموضوع بالشكل ده تمام؟ طيب فبص كده ركز معيك جدا في الحتة دي تمام؟ ادي مين العضلة دي؟ دي يا جماعة الميلوهايويد كويس خالص طب بص كده انت هرسم عضلة تانية وانت قول لي اسمها تمام هرسم عضلة تانية وانت قول لي اسمها ولكن ممكن بس تغمى اللون شوية لغرض معين كده هتفهم معين دلوقتي تمام؟ بص كده اهو بص كده العضلة دي حد يقول لي اسمها ايه جماعة؟ انت خهم للاسم اهو tip موجودة ورا الميليوهايويد شايفينها اهي معادية وراها هد شايفها يا جماعة العضلة دي اهي موجودة وراها هد يقدر يقول لي اسمها ايه العضلة ديا جماعة؟ ايوا الهايوججلوسوس ممتازين يبقى انا عندي عضلة من قدام عشان كده عمتها agora ها فاتح شوية تسمائها من قدام وعضلة وراها اغمق شوية انتفهمين العضلة دي؟ طب العضلة من قدام دي اسمها ايه؟ الميليوهايويد طب انت فين الميلوهايويدلائن منك؟ اعتبريني شلت المانديبل تمام؟ المانديبل المفروض هنا يعني تمام هو المانديبل كده يا جماعة بس انا شلته ماشي؟ طيب ده الميلوهايويد مصل تمام يا جماعة؟ بصوا بقى الرسمة دي عشان هتفهمك كل حاجة ان شاء الله دي الميلوهايويد ودي الهايوغلوسس احنا اتفاقنا مع بعض على ايه؟ اتفاقنا ان العضل ان السب منديبلر جيلاند كان بارت اتنين صحي كده؟ طيب بص كده معايا بص عامل ازاي؟ عامل زي المشبك كلام بينك بص كده معايا بص كده السب منديبلر جيلاند كويس خالص طيب فين القناة بتاعته؟ اصبر بس عليا اصبر بس عليا جماعة تمام؟ ده السب منديبل بارت طيب فين الديب بارت بقى؟ تعالوا نشوف الديب بارت الديب بارت قطيلك النوس اندويتشد محشور محشور فين بقى؟ محشور ما بين الهيو جلوسس مسل قده الهيو جلوسس اهي؟ شايفينه هيو جلوسس مسكة من اللسان كله لحد الهيو دوبون وقدي الميلو هايو دي قدام طيب بصوا كده الديب بارت عامل ازاي جماعة؟ بصوا كده عديب بارت اهي اهي حتة كده محشورة كأنها تبعها انت ملاحظ؟ يعني بينك انها حتة منها بس مفصولة عنها تمام؟ ومحشورة كده ساندويتشد ما بين الميلو هايويد يعني بصوا جماعة كل دي كلها تعتبر السيبرفيش ال بارت اهي دي كلها تعتبر السيبرفيش ال بارت بتاع الساب من ديب بارت كل ده تمام؟ ودي بقى الحتة دي الصغيرة الديب بارت طيب بص كده مش ده المهم بص كده المهم الديب بارت هي اللي طلع منها القناة بسبق الديب بارت تمام؟ بص القناة كده بتاعت الديب بارت اهي، شايفينها يا جماعة القناة دكت أهي أهيوا آه Palace وأهي آهي وفتح في البизнес وفتت نجرا وفتح في البازونا yelling طب هاتقول ليا البنال كل بال 지금 تعالي حتفتح حين؟ ت�تح مين؟ في الضغط يعني الدكت في الاصل طلع عن الديب والفسي الشيء صرت بالكتف فتح في الدكتف عكس الضغط البروثد كانت الاصل طلع من هنا وجماعة كانت طلعة الديب من الغد أساسية وا counts عيال الكتف بت حتح فيها في قناة في ما ظهر هنا العكس القنافل الأصل طلع من Select. ملاحظة انها الطلع على لفوق OH هنحتاجها الحدنة دي هنحتاجها في الحصوات بتاعة الغدة انت ملاحظة انها هطلع على لفوق. مش كلها؟ طيب بتفتح فين؟ في الفثة وهو في قاعدة اللسان. تمام؟ هوريكم صورة لها. تمام؟ فإيه دي يا جماعة晴 ده Deep part بتاع الغدة. بتاع место, مانديبل الأرجلاندي تمام؟ وده 這一�لجلللللللللللللللللللللللل bastante ثريق من نطلع ص 없다 نعمق مرتاح برضو فيه ممكن تعتبرها حتى واحدة يعني فاهم ولكن مثلا عملها كده الغرض معين ممكن تعتبرها حتى واحدة على اساس مثلا ان الجزء ده ان الجزء الداخلي ده هو اهو يعني بص كده بص حتّة اللي هلوونها بلسود دلوقتي اهو مثلا يعني لو انت مرتاح كده أكتر ده وده ماشي كده اهو ستقولي طب كده دكتور متصلين ما هي بين متصلة اه ولكن بيفصلهم فاشية يعني في الحقيقة مفصلين بفاشية كده هتفهمها تمام يعني لو انت مش مرتاح للأسم خلاص يعني. خلاص مش مشكلة. خليها كده. تمام اهو. اهي اللي هي الجزء اللي قلت لك عمنا زي المشبك. الدرع المشبك اللي من جوه هو والجزء اللي من بره هو عاوز تعتبرهم مفصولين مش مشكلة. لانه في الحقيقة هم بيتفصلوا كده. مفصولين عن بعض مش ملزقين بالزبط. هتعرف مفصولين عن بعض بايه. تمام? طيب اسمها ايه ده يا جماعة دي? دي الصب منديبيولار جلاند. اهي. دي الصب منديبيولار جلاند. فهمنا ايه موقعها يا جماعة? فهمنا ايه مكانها? طيب. الصب منديبيولار جلاند. كويس خالص. تعال بقى نتكلم شوية عنها. القناة تاعت الصب منديبيولار جلاند ليها اسم تاني. اسمها وارتون وارتون داكت. ثانية. فكرني باسم كده القناة بتاعت البروتيد. ممتازين. شوف شوف انت عرفتها ازاي بسرعة. عشان انا قلتلك مش هقولهم مع بعض. عشان كده خليت كل واحدة في فيديو. حد فهم بقى ايه يعني طريقة تفكيري عشان هتحفظهم كويس. عشان مطلقبطش منهم ان شاء الله في الامتحان. تمام? فانت ايه خلاص انت انت حفزت الدور اللي فات وزي الفل. لكن دلوقتي لما اقول لك عمرت ما تطلق بط منهم. انت خلاص فاكر اني بتاعتها ستنسن والصب منديبيولار اهيه. لسه اخدينها بتاعتها تمام يا جماعة? الوارتون داكت طلع من انا هي جزء من السورفيشيال ولا الديب لأ طلع من الديب بارد. فينو الديب بارد لو انا عملت خط كده مثلا. قول ان الجزء المحشور ما بين العضلتين دا الديب والجزء اللي بنبرة دا السورفيشيال. سهلة? سهلة كده لو انت مش مرتاح لرسمة الاولى اللي هي المفصولة كده. خليها زي كده تمام? وقادي الساب منديبيولار جيلاند عاملة زي الماشبك. تمام? اسمها ايه القناة بتاعتها بتاعت الساب منديبيولار جيلاند وارتون داكت. شوف شوف انت زي ما اطلق بطش بينهم. بتفتح فين? في لكن بتفتح فين? فكرني قدام الابر ساكندي مولار تيس. حد فاكر. طيب دي يا جماعة طلها خمسة سنتي. تمام؟ بتفتح فين? في الفلوروفزا ماوس. او في الديب يعني في الفلوروفزا ماوس او في الفلوروفزا طنج. على جوانب حاجة اسمها الفرينيلم. حد فاكر ايه الفرينيلم? تعال اقول لك ايه الفرينيلم دا? بص معايا. لو جيت بصريت كده في الرسمة دي يا جماعة. ألي بصوا كده هاي بصوا كده استعمين دول numero فاتحين الجنب الفريني للم بتاع الموس تمام فأدي الفتحة بتاعة الله plantin تُ dep الأذي ال�时 حäsين العلة لأسهم دي؟ دي الفتحة بتاعة ودا مين ده دة الليسانه هو فوق فهما فاتحين في Там Bourne على الجوانب الأخرج ها وهو هذا الفريني للم ده اللي في النص دا يعني تمام طيب وهم فاتحين على جوانب مين؟ الناس تمام جماعة طيب تمام بس يعني مفيش حاجة صعبة فيها امسح السؤال دي بس عشان مش عايزها يعني السؤال هسألك سؤال مين اكبر هل البروتد ولا السب مانديبلر يعني لو انت كيت بسيط على مين لو جبنا رسمة اللي كانت مبارح دي هل انت شايف البروتد اكبر اهي شايفين عامل زي المشبك ازاي والمفروض ما بينها من عضلة الميلوهايويد اهي هنا صح كده عضلت الميلوهايويد وعدلت لهاي Open فاهمين الفكرة HELT !! بص كدة على الدیکتا جماعة بص عالدكت طلع من ان هيجز قد تمام بهزيق فاهمينها اللي بقال معالها هل اى تشايفينها all اها شايفينها تشايفينها جماعة اهي تشايع من الدير ماش كده طيب تمام سؤال بص كده يعني بعين بص بعينك Bilder يعني السؤال ده مش محتاج مخ محتاج عين! تمام؟ مين اكبر؟ الباروتيدي الى المدفون باينابS هتقولى لأ انا اشاهها من الرسمة الباروتيدي دكتور اكبر يعني ايه؟ باينا من الرسمة هجي له كلام ممتاز يعني ده معناه أنهي الصغيرة والباروتيد هي الكبيرة ولكن الباروتيدي بتطلع 70% من الساليفة السوب مانديبالر جيلاند مسؤولة عن خروج 70% اليه الصاليفة اللتي عتلت النهاره ده الصغيرة من الساليفة هتقول لي الله يعني 30% اللي فضلين متوزعين على البروتد والسابلينج والباقي هتقول لي طيب ازاي يا دكتور يعني العقل والمنطق يقول ان الغدة الكبيرة بتطلع كمية اكبر مش كده يعني يعني العقل يقول ان 70% دول بيطلع من البروتد جلاند كيف بيطلع من الساب منديبلر الاصغر من البروتد انتو فهمين قصدي هقولك كلامك صح ولكن تعالى قديك دليل من مبارح ايه الدليل ان قلتلك البروتد بتطلع بس ساعة الاكل انما الساب منديبلر شغل 24 ساعة فطالما شغل 24 ساعة فالكمية في الاخر التوتل هتكون من الساب منديبلر ال 70% ايه رأيك؟ بتميك سنس ولا لا؟ احنا مش قلنا في الدقيق يا جماعة مش قلنا ان الساب منديبلر دي اللي شغل على طول عشان بتساعد على الترطيب وبالتالي انت لو جيت حسبت كمية السلايبل في اليوم يعني حتى لو البروتد يعني تعالى نفترض ان البروتد اكبر فتضخة بتاعتها اقوى حلو بس المشكلة ان البروتد مش بتطلع غير ساعة الاكل فبالتالي انها ساب منديبلر جيلان شغلها 24 ساعة زي ما بيقولوا كده تمام وبالتالي لما تشوف مين بيطلع اكبر كتوتل في النهاية هتلاقي ساب منديبلر لان اتفقت معاك ان الساب منديبلر دي ووظيفتها الترطيب وطالما بترطب فيها بترطب على طول لكن البروتد دي ما تطلعش غير ساعة الاكل فحتى لو البروتد حجمها اكبر فالساب منديبلر دي اللي بتطلع بشكل دوري لكن البروتد ممكن تكون بتطلع يعني بتكون كمية اكبر لكن التوتل اللي بيطلع في الاخر ما بيطلعش غير شوية ساعة الاكل فتلاقي ان الساب منديبلر جيلان دي تفوقت في الكمية يعني تلاقي الكمية اللي بتكونها البروتد متحوشة جوه وستجننت يعني ركدة موجودين جوه ما تطلعش إلا ساعة الاكل تطلع شوية ساعة الاكل اللي هو الووتري سيكريشن وفي الاخر يوح يخرجه برا انما الساب منديبلر جيلان دي ميوكا السيكريشن بيطلع 24 ساعة فتلاقيه تطلع اكتر عشان كده 70% من السلايفا بيطلعوا من الساب منديبلر جيلاند فهمناها يا ما يعني الحتة دي كويس خالص طيب احنا كنا بنتكلم دلوقتي ان فيه مين الرسمة دي ممتازة جدا انا هزو حطاه في بروازة جماعة الرسمة دي انا عادزو حطاه في برواز الرسمة دي مش دي لأ منش حلوة اهيه دي انا عادزو حطاه في برواز انتو ملاحظين حلوة جدا ببينيلك الـ هل بتطلع ساب منديبلر دي ووتري ولا ميوكا السيكريشن لأ ميوكا السيكريشن ليه؟ لأن وظيفتها الترطيب. بتطلع إمتى؟ 24 ساعة. الدليل إنها بتطلع 24 ساعة. إنها بتطلع 24 ساعة لأن وظيفتها الترطيب. فإنها بتطلع 24 ساعة. وكمان الدليل التاني إنها 70% من نسبة السلايفا. مش كده؟ طيب كويس خالص. فأدي السلايفا هي؟ بتطلعها على طول. مجرد يعني وانا بتكلم على كده. السوب من ديبولر شغالة. فاهمين؟ طيب. العضلة دي اللي اسمها المييلوهايويد. بتتغزم النيرف اسمه نيرف توزا مييلوهايويد مصل. يعني لو وانتو فاكرين كده كان فيه كده ايه؟ يعني كان فيه في المنديبل كده فتحة يا جماعة. كان فيه كده فتحة كده في المنديبل اهي. يعني ادي المنديبل اهو. تمام؟ كان كده فيه فتحة كده بيطلع منه كده اسمه تقريبا يعني لو حد فاكر. تمام؟ والنيرف ده كان ايه؟ كان بيطلع منه كده برانش في الاخر اسمه برانش او اسمه نيرف توزا مييلوهايويد. حد فاكروا النيرف ده كان بيجي من المنديبلر نيرفي يعني ما علينا تمام؟ المهم ففي الاخر في وفيه نيرفي كده عصب بصت انس الكلام اللي انا قلته كنت هاي تباهبي كنت انا اعتبر اي واحد بيقول الكنام بييبار اتم كده تمام المهم الميلوهايويدي دي بتتغزى من عصب اسمه ايه العصب ده جماعة اسمه العصب بتاع الميلوهايويد شوف سولت بتوع اللاهناتومي تمام فعملين العصب اللي بيغزي الميلوهايويد اسمه صحيってる سهل جدات تو ميالوهايويدي ده موجود فين قم لك ده هو حاجة تاني اسمها الفيشل أرتري حد فاكر الفيشل الأرتري ده جماعة كان جاي من ال تعال فكرك لو ناسي قالي عندك بص كده يعني مشكلة ان السيد النس احنا الناس بدأت تنسى يعني ان schaffen يعني بنفتكر هوا مع بعض قالي جماعة المندبل وهو قالي المندبل تمام وقالي اللي هو الريمس بتوعه تمام كان في ال الجدوم أرتري اللي كلمنا عنه الفيديو اللي فات لو حد فاكر قولنا لو بيغذي الوش او بيغذي الgasp يعنيunächst ارتري تمام كان من ضمن البرانشات اللي بيطالها برانش كده اسمه مين الفيشيال ارتري الفيشيال ارتري لو حد فاكر قلنا الفيشيال ارتري واللينجو والارتري بيكونوا ماشيين في زجزاج لايك مانر يعني ماشيين بشكل متعرق كده ليه قلنا عشان الارتريز دي ما تطقطعش لما مثلا انت بتضحك ولا حاجة فجلد وشك بيتشد فما ينفعش حتى اللسان وانت بتاكل لسانك بيتشد تمام طيب فكنا بنقول ان الفيشيال ارتري ده ربنا مخليه ماشي زي التعبان فاهمين يا جماعة وبعدين يدخل كده مين للفيس حد فاكرها الحركة دي كنا بنقول ان جزء منه ماشي ورا المانديبل وجزء منه واشي قدام المانديبل تمام طيب حد فاكر المعلومة دي جماعة طيب الجزء اللي ماشي ورا المانديبل ده هل ماشي ورا المانديبل المفروض من الجلاند اللي هي الساب منديبل للجلاند موجودة كده اهي وجزء منها ورا المانديبل برضه هل الارتري ناسف في فيش الارتري هل الجزء اللي ماشي ورا المانديبل لعدا وارالجلللل anyعذر لا يمنحف ماذا كل ما تدفع الصو podemosقسم بالنوع jiما لأجللللل Language ستبايحه على الشمسة اكذا كان ربنا سنغض لجنلللل وا milligrams يعني العضم خامست شباだから لين عاه يطع البحض بيضاء بدون القذ 1963 محتوط كده. بص كده! الارتر محتوط كده. معدي كده. بصوا كده. مش هيعدي طبعاً قدام الجلان زي ما التفقنا ولكن هتلاقي معده هنا. يعني هو مش باين مس أحمر فاحمر يعني. ممكن نجيب مثلاً لون بنفسي مثلاً. مش عارف باين ولا لا. اهو. معد كده. ما بين الجلاند والمنيلوهايويدو مصل. تمام? اهو. ما بين الجلاند والمالش. معنش هو لبس الألوان بدأ تدخل في بعض ممكن خلي مثلا ايه اهو كده مثلا اهو ادي الارتري اهو تمام يا جماعة اهو معدي ما بين الجلاند والميلوهايويد ومسل تمام مش معدي قدام الجلاند لأ تمام اهو باين شوية كده اظن يعني تمام اهو اظن باين شوية كده تمام كويس خالص ومتاز طيب ركز كده معي يبقى ده مين ده ده الفيش الارتري طب ليه معدي هنا ما اقولت لك لانه هو داخل باين الفيس بيعمل زي حركة تعبان كده او تعريج تمام طيب قالت كمان حاجة تانية معدية مع الفيش الارتري ده النرف اللي بيغزي الميلوهايويد مسل يبقى فيه اسمه نيرف اسمه نيرفي تو ميلوهايويد هتلقيه برضو معدي في نفس المكان ده تمام اهو في نيرفي كده اهو مش عارف ام انتو شايفينو ولا لا يعني بس رايدنا شايفينو الاصفر شوية اهو يعني تمام اسمه نيرفي تو ميلهايويد شايفينه جماعة اسمه نيرفي اهوểm اهو اهو شايفينه اهو ده اسمه نيرفي تو ميلو هايودي تمام طيب يعني اعرفهم يعني ماشي طيب طيب في عندي نيرف كمان بتاع اللسان اللينجوال نيرف ده نازم نعرف ورده الريليشنز بتاعته مع الساب منديبولار جيلاند قال لك اللينجوال نيرف ده جاي لاترال يعني اللينجوال نيرف ده جاي من لاترال تمام ازاي يا دكتور تعال بص ركز معي جمال حتة دي عشان يعني قد تكون صعبة لبعض الناس يعني بص كده قدي لينجوال نيرف اهو بس انا ماشي اغير اللون بس عشان يبان وسط الز備 الزهمة ده تمام اهو خليه بني معلش نيرفة بس عشان يبان وسط الالوان دي قدي مين ده؟ ده حاجة اسمه اللينجوال نيرف يا جماعة النيرف بتاع اللسان اللينجوال نيرف اهو ده اللينجوال نيرف تمام طيب بص كده جاي مين جاي응 اعتبر اللاترال اللقدر طيب وبعدين قال لك هيجي lateral كده هيجي lateral nerve ويعمل ايه قال لك يروح يلف تحت الدكت يعني النرف ده هيعدي تحت الورطون دكت أي ويلف تحتها طيب وبعدين وبعدين يروح يعدي median ليها اهو طلع من تحتها فعدك فجي Leon للدكت فههمين الفكرة يعني lingoal nerve ده كان lateral ليها وبعد كده عدي inferior ليها وبعد كده عدي median ليها دخل media لكده جوا فهمين الفكرة جماعة يعني بص كده يعني هو كان lateral كان جاي من برة وبعدين دخل تحتها وبعدين دخل ميديل لها فاهمين يا جماعة يعني لو قدي الدكتر اهي بص كده أرسمك برضو بزاوية تانية لو قدي الدكتر اهي تمام قدي الدكتر اهي تمام بص كده اللينجوال نيرف كده كان عامل ازاي جماعة كان جاي لاترال وبعد كده عدى تحتها وبعد كده دخل ميديل فاهمينك فاهمين الفكرة فبيقولك ان هو بيعمل تريبل ريليشن يعني علاقة ثلاثية علاقة يعني تمام اسمه ايه ده جماعة اسمه اسمه تمام ماشي برضو بيدي ايه من حاجة اسمها في الحتة دي برضو يعني بيتغزة من ولكن مش مشكلة يعني تمام طيب كده بص كده بص كده انس الكلام اللي قلتها دي تمام ده ماله يا جماعة جاي كده يعني برا 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 عن الدكت وبعدين عدى تحت الدكت وبعدين دخل جوه جوه الدكت ما بين الدكت واللسان تمام وبعد كده راح يغزي اللسان اهو شايفينه اسمه ايه النيرف ده نيرف اللسان لينجوال نيرف عدى جيلاترا للدكت وبعدين عدى تحت الدكت وبعدين عدى دخل ما بين الدكت واللسان في يعتبر ميديا للدكت اسمه ايه ده جماعة اسمه مهم جدا انت تعرفوا وعمل زي معه ومع الرسمة دي تحفة فنية تحفة فنية يا جماعة. مش عشان حلوة لا اصد عشان فيها معلومات كتير يعني تمام? وبالتالي ايه الرسمة دي برضو لو انت ناسي? المندبل عادي بالجنب. يعني رسمة دي في الاصل يا جماعة. الرسمة دي في الاصل كانت عبارة عن كده. اللي هو البقء بالجنب كده. فاهمين مؤدي سنة مسلا من السنة للبق يعني تمام اهو تمام? المندبل هو عادي. تمام? طيب. المفروض هنا في مين? لما اشيل المندبل الالقي ايه? والله لما شلت المندبل لقيت مين? عضل اسمها الميلوهايويدو مصل اهي. ولقيت في مين? في غدة كده عاملة زي المشبك عليه كده بالشكل ده اهو. في غدة كده عاملة زي المشبك عليه بالشكل ده اهو. اهو. شايفين الجدة دي? عاملة زي المشبك عليه بالشكل ده. تمام? على الميلوهايويدو مصل. ليها اهي. وليها تمام? اهي. فالرسمة دي عبارة عن انا شلت المندبل. فلما شلت المندبل لقيت غدة كبيرة كده. ليها جزء سوف انا بقيتك مرة يا جماعة شوف انا بقيتك مرة يعني انا شلت السنة يعني السنة كان هنا يا جماعة انتو فاهمين رسمة دي ازاي السنة عملها لكم اخيرا ادي المrency بس انا شلت اشناو تفرق في ايه بتاحت المay فما شلت المن البل لقيت ان فيه جزء ميزاع و الحزء الي من ورا ده الحزن طلعة منين جماعة حلام تمام ما بينهم عضلة اسمها الميلوهايويد يعني دي عضلة الميلوهايويد ينفع قول اني ده بتاعها جماعة ينفع ده اللي هو الحف اللي من قدام ينفع طب هما متصلين من الانتيريور بوردر ولا من البستيريور بوردر يبقى الكمبيل والديب بوردر يعني يعني ك Lebensmobloblog am Kelly so that I have a presentation with him تمام جماعة سهل الكلام سهل حلال الكلام ولا لأ سهل ان شاء الله طيب ايه رائق لو انت مش فاهم الكلام ده ممكن ارسم لك رسمة من فوق يعني ارسم لك مين رسمة من فوق يعني كنين بس كده هبوس كده على الماندبل من فوق يعني هرسم الماندبل من فوق لو انت برضو لسه ا Karaoke let ايه متزبزب شوية فانا هبوس كده ه deste vol هبوس عليه فوق يعني كنين ببوص عفك من فوق يعني تمام فانا هبص على فك من فوق وادي مسلا السنة هي عم تمام ادي هبص على السنة من فوق يعني فاهمني ادي الدرسة هو يعني وادي الدرس الناحية التانية انا ببص عليه من فوق يا جماعة كين ركب طيارة كده وماشي وماشي اقول لي طيب تمام من المروحة يعني تمام ببص عليه من فوق طيب لو انا بصيت عليه من فوق الا هلاقيه والله قالك هتلاقي ان في ان في عضلة كده اسمها الميلوهايويد مصل اهي هتلاقي عضلة كده اسمها الهيوهيوهيوهيوهيوهيوهيوهيوهيوهيوهيوهيوهيوهيوهيوهيوهيوهيوهيوهيوهيوهيوهيوهيوهيوهيوهيوهيوهيوهيوهيوهيوهيوهيوهيوهيوهيوهيوهيوهيوهيوهيوهيوهيوهيوهيوهيوهيوهيوهيوهيوهيوهيوهيوهيوهيوهيوهيوهيوهيوهيوهيوهيوهيوهيوهيوهيوهيوهيوهيوهيوهيو وقدامت Know ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ طيب ليه دارسم كده عشان قولك معلومة نرجع لي اللينفستنج فاشية اللي كانت موجودة في النك اللي كانت مغلفة للبروت hindra عملية لها سإانشة كباسول وديب كابسول اللينفستنج فاشية برضو مغلفة للسب ماندي، بالع transclines ايه يا جماعة ك ожидه. اهي برضو هتبلع مين السب ماندي، صحيح عشان كان يسمى منها انفستنج مش قولتك اهي بص كده اهي ألي��� moo بس بتبلع بس السوفرفشيلizar عشان كده قلتلك أن اعتبر ان الجزئين منفصلين عن بعض لكن هم مش منفصلين عن بعض ولكن ولكنиллиان輿مان جاية حشرة نفسها ما بينcorفة والسوبرفيشي البارد بالشكل ده تماممممين دي دي الانتفضافة تمام دي كاتر أفدات دي الانتفضافة تمامم طيب ودي مين دي ليس سابن ديبلر جاة ده السوبرفيشي البارد ده السوبرفيشي البارد تمامم ده السوبرفيشي البارد وده يعتبر من يا جماعة ده يعتبر ديب بارد كمية خيالي الانفستنجفاشيا برضو زي ما عملت البروتو دي الفيديو اللي فات فهي عاملة كابسول ليمين يا جماعة عاملة كابسول للسبمانديبولي الجلند كويس طيب نرجع لرسمة بتاعتنا الفوق دي نرجع لرسمة بتاعتنا افكرك افكرك ايه النرف الاصفر ده نيرف تومايلوهايويد وايه الارتري ده الفيشيال ارتري مش كده جماعة ده الفيشيال ارتري الفيشيال ارتري كان ماشي بلايك زيجزاج مانر كده مش صح كده طيب تمام إلا اللسان طب وقت الليجو والنيرف ماشي كده Victor تحت median الورطون دكت فهمينها طيب اسمها ايه العضلة دي الهايو جلوسس شايفين عضلة الهايو جلوسس دي دي عضلة الهايو جلوسس مسل بترسمو معاه جماعة طيب فيه نيرف كده جماعة ماشي كده يعني على الهايو جلوسس كده بص كده فيه نيرف كده طالع من ورا الهايو جلوسس بص كده نيرف كده اسمه هايبو جلوسوس نيرف هايبو هايبو تحت يعني بص كده شايفين النيرف ده بص كده نيرف اللي هسمه ده اهو شايفين النيرف ده جماعة اسمه هايبو جلوسوس نيرف النيرف اللي تحت اللسان شايفينه اهو اسمه هايبو جلوسوس نيرف شايفينه دي كترة اهو اسمه ايه ده اسمه هايبو اسمه هايبو جلوسوس نيرف شايفينه اهو يبقى هايبو جلوسوس الليرض ماشي على الهايوجلوسوس لا أكثر شخص يقول لاند ماركس هذا الهايويد بون هذا السنة وهذا ما اسمها جينيال بروس يعني هذا البروس الذي في السنة اسمه جينيال بروس يعني حتى فيها عضلة لكن ليس مهمة ليس مذكورها في الكتاب الأسر أصلاً ماسكة من الجينيال للهايويد يعني عضلة ملهاجة لازمة ملهاجة لازمة عندنا دلوقتي هذا الستيلويد بروسس طبعاً عرفينه هذا الستيلويد بروسس سلسة ماذا الستيلويد أباريتس قم ح Panama ماذا ليس معتمد بتاعك؟ stiff العام من التالة عضلات كان الإسثار ستايلو Κلوسوس بنسايلوهايويد لللسان وكان فيه علامة جميع passport وكان فيه قرار الس Caption كان الإس서يلوهايويد شيئي بسم Bill phosphorus نعم الإسرام ليس بالشكل وهنا interdisciplinary فدي اسمها أي أطเ الى عضلة؟ دا اسمه position مسك في اللسان Yayoy عقل activism الإطلاء سهل حسنبي يمكن أن تكون له عضلة اسمها الرياضية لكن كvidemment ولكن لا أريد نريد وكان لها بستيريور بالي وبستيريور بلي اهو! وكان مسك في البستيريور بارت بتاع المستعيد بروسسuchen مش كده اهو! دي عضلة المين البستيريور بالي بتاع الدايجاستريك حد افاكرها العضلة دي ايه لازم بتخبرت ايه يسألك ايه ايه لا حسن يسألك اوه حاجه على امتحاني امتحاني لكن يعني طبعا ده مستبعد بالنسبة تسعة تسعين ونص في المية ولكن كنتو عارفيني انا بحب أعمل حسابي في كل حاجه يعني تمام ده مين ده جماعه، ده البوستيريور بيلي تمام، ده البوستيريور بيلي فق Church Baly، اللي هو الحتة البوستيريور OF DIGASTIC MUSCL فاكليناً diplomat... �� gyasteric muscle دي جماعه אות تمام؟ كويس خالص فمنفيش حاجة صعبة في الكلام، ده بس يعني بس عشانولك الريليشن يعني هل في حاجاتيني محتاجينها؟ لا والله، ولا حاجة تاني طيب بص كده، لو انا هرسم el dibpart بس بتاع الغود ده يعني بص كده So I have a I have a هتلاقي الديب بارت كده اهو محشور كده ما بين مين الهايو جلوسوس والزي ما شرحنا من شوية والمايو جلوسوس ادي الديب بارت طب فون السوبرفيشل اهو مكمل معا كده لبرا بس انا مش عايزه ده الديب بارت ده اللي طالع منه مين الكنال اهو طالع منه مين الكنال اسمها ايه وارتون دكت صح كده ده تدي شغال على طول وانسعة الاكل بس على طول اديني امارة انها بتطلع 70% من السلايفا شوف لما فهمنا الكلام بقي سهل ازاي طيب ده الديب بارت ينف بتقول لي بتاعه ايه ادي بتعيين فاع brick هانا هقلل معاك قل لي считップ الانفس species? ا Hampshire بتاعه السلب منيب بورت اهو ايه بتاعها قدام ايه تاني سلود ار city общين غاضبة احد افاكرها تعتبر انتيريور السبلنج والجلاند يا جماعة هاي اهي نشن الي احنا قلا مش مهمة لو انت نسيها تعال فتكر الرسمة الخاصة الذي كانت فوق اهو خاصة اهو رسمة كانت فوق ده خلص تمام اهو ادي مين ااديس اходит words اهو يجماعة اventh ж 소ribة اهو مش فالليه الانتيريور؟ الانتيريور الدكت والسبلنج والجلاند مش دي السبلنج والنسيتوها ولا ايه ده يعتبر انتيريور لاحظ انت لايها مكتوب في كتاب ما ولا حاجة مش مكتوب على فكرة الى الانتيريور في كتاب دكتور المطر يعني ولكن بنعمل حسابنا زي ما بقول يعني تمام ففي حاجة اسمها سبلنج والجلاند هنا بتفتح بخمساشر دكت في اللسان من تحت في البيزوفزا تنج تمام؟ طيب لكن الورتون دكت بتفتح فين؟ على جوانب الفرنيوم او الفرنيوم بتاع اللسان تمام؟ طيب مش كده قول تاني قول تاني قول معايا تمام؟ ده يعتبر تمام جماعة ينفى ينفى عادي ولكن مش مش حاجات لها لازمة ابدا يعني تمام؟ حد يعرف يقول لي ايه ممتازين فكرني كده بتاعته كان بيعمل كان بيقول وبعد كده او اللي هي هي بعد كده وبعد كده لا دهيب او ميديم او ميديل صح كده مش دهم او لنج والنيرف كان بيكون الاول sunt superficial للدكت او ماشي و بعدين ديب وبعدين تحتها وبعدين ميديل او ديب للدكت مش كده اسموا lingen والنيرف تمامбу فيعتبر هو سببيريور لالجيلاند يعني الالجيلاند مع الدكت ولكن هو يعتبر جاي سوبيرو للجيلاند او فوقيها يعني مفهم جدا ちلهي صح كده طيب قلي مثلا الانفيرييور El hiuglosal nerve مش كده الانفيريور о flyoglussal nerve أسلم Moving هايبو غلوسا النيرف تقدر تقولي Socaman Di libruregul написام bi star هايبو غلوسا النيرف من هايبو غلوسا المصل دي تعتبر marinade دي بلها وير showers عندما يصبح بادارات يجب المعادودين بإمكانت جلستاس القول و sensor très liberative ومسؤول عن طفلا هل onun relaевичتهم است Knowing لا أجد أيشان مقال انت مذهبت ال眠 كخمسة مليار مليار حالorge هل هتغلط فيها ان شاء الله هتغلطش انا بعمل حسابي لأبعد الحاجات تمام؟ يعني مثلا اقرأ كده يعني وقف الفيديو واقرأ كده الاناتومي بتاع الساب منديبلر في كتاب القصر كلمتين تفهين انت حافظهم من اول خمس دقائي في الفيديو تفاهميني؟ انفيريور طيب انفيريور قلنا مين يا جماعة قلنا الهايبو جلوسة النيرف ممكن لو حابب تزود مثلا في مين تحت تاني فيه الليمفنود تعتبر اللي بتاعت الساب منديبلر تعتبر انفيريور ليها تمام؟ لو حد فاكر قلنا ان فيه حاجة اسمها الهمك حد فاكر الهمك يا جماعة اللي هو السيرفايكل نيرف حد فاكر الفيديو اللي فات السيرفايكل نيرف والمانديبلر قلنا بيعملوا زي المرجحة كده تمام؟ الهمك دول يا جماعة على فكرة ممكن يعملوا للليمفنود يعني ممكن هما بيطلعوا وينزلوا زي الهمك كده زي المرجح لما قلنا الفيديو اللي فات اللي هو الساب ماشي يطلعوا وينزلوا معهم مين؟ يعني يشدوا معهم مين؟ اللي هو اللون في النود واليطلعوهم لفوق وينزلوهم لتحت معاهم بيعملو لهم رولنج كده معاهم تمام؟ بيعملو لهم رولنج معاهم تمام؟ الأنتيرور فيشيال فين يعتبر انفيرور لها يعني يحدث ولا حرج أي حاجات كتير لها كلام مش يعني سهل جدا يا جماعة تمام؟ آخر حاجة هقولها وخلصنا خلاص الأناتومي بتاع الساب منديلورة سهل جدا مش كده أسهل من البروتود يعني مثلا لو عايزة أقولك اللاترال للديب بارت اللاترال للديب بارت تعال ننجع لفوق كده تعال نشوف قد الديب بارت اللاترال للفيشيال أرتري مش كده يعتبر اللاترال للديب بارت وديب للسوبرفيشيال بارت لأنه محشور باللين اتنين الميلوهايويد مصل النيرف تومايلوهايويد مش كده يا جماعة ده كل يعتبر اللاترال أو السوبرفيشيال للديب بارت فحوار الريليشنز ده خلاص بي حاجات سهلة يعني ما فيهاش حاجة صعبة يعني تمام؟ مالذي بتغذيلِ الأزل Lions جلاند تتابعينا القتال عندما نحن التغذيل هوías كان اسمه البوست جانجليونيك فيبر إن كان ظهدًا من قط الجانجليا حد فكره وهناكب يطلّع لي لست المستقضة يركب لي مع الأوريكلyorsun Owl Tear حد فكره وهناكب benefici twist لكن هنا انب SURP زيما كان في svg يركب على British Hair فاكرين يا جماعة الفيديو اللي فات لما قلت اركب عليه كده على هنا نفس الفكرة. على ال Inngual Dur площ على ال Inngual Nay 맞아요 لل tôm pastel ليس افعظت لا believes that century زي ما قلت لكم من ال project true boro انب ehkä يركب عليه نير Dennis من كل واحد يحفظها معلش من الكردة tanbani اسمه كده اسمه جاء من حاجة أسمها الكردة tanbani بصمجة أصلي لو هاشل الكردة tanbani عايز فيديو سعى ونص فما عايش يعني مش عايز أحشي دماغك بمعلماته ولهاش لازمة لما ممكن تبصمج النيرف ده تمام? اسمه ايه? النيرف السكرية وموتور يعني السكرية وموتور هو باراسمباستيك تمام? اسمه ايه النيرف ده جماعة جاء من حتة اسمها كردة tanbani الكردة tanbani وفي الأخير يذهب يغذي مين؟ يذهب يغذي الساب منديبلر جيلاند يبقى الساب منديبلر جيلاند والبروتوت بيشتركوا ان هما الاثنين جايين فروع ركبة على نيرفات فهمني؟ في الفيديو اللي فات كان من القوت الجانجليام طلعلك بوسط جانجليونيك نيرف فيبر بيرقب على مين؟ على الأوركولو تيمبورال نيرف لكن هنا من الكردة تمباني تماما؟ حاجة كده اسمها الكردة تمباني الكردة تمباني ده برضو يطلع لك نيرف سيكريتوموتور يركب لك على مين يا جماعة؟ يركب لك على اللينج والنيرف و بس يعني بعملش بصمجها يعني مش جادع لحدة دي آخر حاجة بس وهاختم احنا قلنا من شوية ان هو مين يا جماعة الفيشي الارتري تمام؟ قلنا ان هو كان بيعدي كده صحي كده؟ أنا عايزة أعرف بالضط الفيشي الارتري إعلقته بالساب منديبلر جيلاند الفيشي الارتري اللي كان جاي من إكستيناد اللي عام زي التعبان اللي بيطلع كده كان محشور فين لو فاكر كده كان محشور كده ما بينما بين مايول وهو دي مصيل والسبورفيشيالبارت يعني هو ديب للسبورفيشيالبارت مش كده؟ طيب، عايزين أن نعرف هو عامل ازاي بالزبط؟ يعني فوقيها ولا تحتها ولا جاي ازاي كده فاهمين؟ اسا عشير مكتوب في كتاب الاصر يعني من كنش تتبن حاجة يعني تمام؟ حاجة تفهة تفهة اوي والله يعني بص كده آدي استوب منديبلージلاند هاي بص كده وهو نحن بالت открыبيير إغانا يا هذا من الجيد دائم تع cool ما عقل هو باخذ على إغانا لاتحدنا بالنسبةgrass ال letrel أول شيخ جيد ربما ابدأ west ثم Cenuz قيط بعدين لذا خonce analytra بدوننا هو عدد لاترا لها لكن لهذا وبعدين دخل على الجهي رح على الجهي عشان يغزي الجهي مش احنا قلنا بيطلع يغزي الجهي بشكل هذا أيضا شايفين مش بيطلع يغزي الجهي كان أول حق جايد بليها وبعد ذلك طلع قويها لانه كان كان ورا الجقب وبعد ذلك طلع ليها وبرا كده على الجهي يعني هو عدلاترال للجلاند والمندبل كمان يعني هو فوق العظم على كده فهمين الفكرة ورح على الفيسباك يعني يديني بعد كده نيزل وليبيا الأرتري وحاجات قديمة كده تمام فالمهم ده مين ده؟ ده الفيشيال أرتري ايه الريليشنز بتاعته؟ يعني بص كده لو حابين نرقم مثلا ايه الريليشنز بتاعته واحد مثلا رقم واحد اهو تمام رقم اثنين اهو رقم ثلاثة تمام؟ كان عامل ازاي؟ قالك في الاول كان يعتبر مين يا جماعة؟ الفيشيال أرتري كان موجود فين؟ في البوستيريور أسبكتو في زجلاند كان ورا الغدة احنا متكلم عن الغدة على اساس انها مين؟ اللي هي السوبر فيوشيال بارت وبعدين باسس فوقيها ليه؟ عشان يطلع بره ويجل في اللاترا سيرفس ويدخل على الفيس بس عشان مكتوبة بس في كتاب الأصفر اللي حاجة لحسين تلاقيها يعني وتقولوا ايه اكتر شرحتها اشو بتاع تمام؟ طيب احنا كده خلصنا الاناتومي بتاع الساب منديبلر جيلاند اه واللهي سهل خالص تمام؟ هوريك شوية صور دلوقتي وندردش بس مع بعض خمس دقائم شاكتر يعني كنوع من السوليدفكيشن يعني تمام؟ اه بص كده معي اهو ادي صورة كده مثلا دي من أطلس يعني تمام؟ نزوم كده قوت عليها بص كده الصورة يا جماعة ادي مين دي؟ ده مين يا جماعة؟ بص دي الساب منديبلر جيلاند اهي شايفينها؟ بص كده اهي اللي احددها لكم دلوقتي بلس و دي اهي اهي شايفين الساب منديبلر جيلان؟ طيب حد يقولي الجزء ده فين السوبرفشل والديب؟ حد يعرف اهو ده الديب بارت يا جماعة اهو ده اللي انا هشخبط عليه ده الديب بارت تمام؟ ايه الدليل ان اطلع منها الدكت؟ يعني ده منظر خلفي فاهمين الفكرة؟ يعني ده منظر بصد خلفي من هنا يا جماعة فاهمين؟ من جوه الموس والسوبرفشل بارته و التي ابحسب عليه ده اللي هو في麵َ خلافي بارة رتيревانين طيب اما ايه العضلة دي؟ دي طبعا الميل ذ 호يويد مش كده جماعة؟ دي الميل يو مصل تمام؟ اما ليه اللي غدة الحمرة دي؟ ده الساب لنجول اللي قلنا بتفتح بخمستاشر دكت في اللسان تجل wag من dem شايفين لتصنع واحد بدكت أثنين ثلاثة تحت لسان أربعة خمسة فتفتح كري جدا تمام؟ لكن تجل يا ايه الديب بارت اسمها ايه القناة دي جماعة وارتون دكت شوف ازاي مشوط لخبض منهم شوف بتفتح فين اهو في البيز وفي زا ماوس يعني اهو شايفين اهي شايفين دي الفتحة ايه بتاعتها تمام بتطلع ايه دي اربعة عشرين ساعة بتطلع ميوكوسيراس ووظيفته ترطيب الماو اظن الرسمة دي حلوة يعني فاهمتكم شوية ده الديب بارت اللي انتو شايفينه جماعة تمام ده اللي شايفينه هو الديب بارت تمام ممتاز ايه رسمة اخيرا ممكن نشوفها مع بعض لو حبين يعني اهي ماشي ماشي تعالى مشوف كده ايه البيانات اللي عليها بيقولك انها ميكسد ميوكس مع سيراس تمام دي قلناها الدليل انها كانت بترطى بالفم فما ينفعش تكون سيراس فقط لازم تكون ميوكس لازجة شوية بتتكون من تو بارت سوبرفيشيال بيكون الكبير اما الديب الصغير كويس خالص متحدين في البيانات ممتاز ده كل قلنا بالنص الدكت بتاعتها اسمها ليها اسم تاني طولها خمسة سنتي تمام اه موجودة في الاول ما بين الميلوهايويد والهايوغلوسس تعالى نرى الرسمة كده نشوف هل موجود الكلام ده في رسمة ولا لأ فين الرسمة كده اهو ادي الدكت اهي موجودة في الاول اول جزء ما بين الميلوهايويد والهايوغلوسس وبعدين تعالى كده نشوف بعدين هيحصل ايه موجودة في الاول ما بين الماشي اهي وبعدين اه بعد كده بتكون موجودة بين الساب لينجوال والجينيوهايويد يعني جينيوهايويد بعيدة عنها شوية ولكن مش مشكلة يعني اشطب عليها دي مش بكتوب في كتابة أسرى أصلا تمام ما تعقدش نفسك بالحاجات دي بتفتح فين بقى في الفلوروزا ماوس كويس خالص جنب الفريني لام بتاع الماوس شفناها دي تمام طيب ماشي سباك من اكتوتيرم جروب دي مش مهم بتفرس سبعين في المية من السلايفا ده قلت الكلام ده مش كده مع انها الهي الأصغر تمام هي ماشي طيب ليه عشان تبيت ترطب الفم الليم فنوت بتاعتها في سبمانديبلر جيلاند تحت الشوية الهيستولوجي يلاق سباك منها مش مش مشكلة مش تابعة هيستولوجي حيحنا تمام طيب تعلينا نتفرج على الرسومات دي نفس الرسومات اللي أنا رسمتها ولكن رسمتي افضل شوية يعني تمام طيب ادي مين دي الميال هايوي ده ايه وادي الهايو جلوسس بص كده حد يعرف مين النيرف ده اهو الهايو جلوسس نيرف اديني امارة انه كان طالع من ورا الهايو جلوسس كان طالع انفيريو للصب مانديبلر رسمناها بدري ولا امارة ولا حاجة رسمناها بدري جدعان تمام طيب تمام ادي رسمة تاني ده كاتسكشن لو حابت توقف الفيديو تشوفه فيه شوية تفاصيل زيادة مش مش مشكلة ده اللي هو السوبرفيش ال بارت وده ال تمام ده الديب بارت وش اي حاجة يعني فى نزود هور نشتح حاجات جانجليون بقى وبتاعه ده المانديبل ده الفش الارتر اهو هنا مش مبين بتاعته زي ما احنا بينناها يعني رسومتنا احلى score فى صراحة تمام ادي بصnn ده ده دا اهي دا الفتبس اهي دا ودادBe Himesperه أ Restaurant علشان casi konkret باقت وفي ospksi的 او تحته انفير و بعد كده ديب لي مش كده طيب يعني عندي حاجتين عاملين و الفيشل ارتري العامل مع الغدة كان وراها بعد كده فوقيها بعد كده لاترال ليها تمام لفس الفكرة العامل مع الدكت تمام طيب قلنا اني كان فيه غدة اسمها مين ان فيه عضلة اسمها الجينيوهايويد يعني كانت مكتوبة في الدياجرام اللي كنت جابه تحت لكن ما مش ذاكرها في كتاب الاصر للعيني ما ظنش محتاجينها قلنا النيرف سابلاي او سيكريتو موتوري بكرة تنباني اظن ان خلاص كفاية كده انف يعني طيب هنبدأ ان شاء الله دلوقتي يعتبر الشرح او الشابتر الفعلي بتاع الساليفر يعني كل اللي فاده انتو عارفين يعتبر ده يعني زي مقدمة من عندي يعني الاناتومي حاجاتها تفيدنا مش معناها انها ملاج لازمة ولكن معناها انها مش شرطة لها في كتاب الاصر العيني يعني تمام طيب هنتكلم اول حاجة انتو عارفين انه بيكون في مين اول حاجة انفلاميشن ونيوبليزيا ممكن يكون في شوية التحبيش يعني مثلا هنا بدأ بحاجة اسمها كونجينيتال ديزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيز اخدنا قبل كده حاجة اسمها وعدت برضو في يعني كلمة دي يا جماعة عدت علينا مرتين عدت علينا في أخدنا حاجة قبل كده اسمها كانت من ضمن امراض يعني تمام طيب فالدكتكتزيا دي عدت علينا في وعدت علينا قريبا كده من اربع شهور يمكن ولا حاجة ايام أخدنا حاجة اسمها في البريست في بلوك ريبرودكتف تمام طيب بغض النظر عدت علينا انت فاكرها انت مفاكرهاش يعني في اي وقت تسمع كلمة حط في بالك ان كلمة معها حاجتين كلمة جماعة كل ما تسمع كلمة جماعة كل ما تسمع كلمة جماعة تحط في بالك انها بتساوي ترجمة لكلمتين مع بعض هي ان حصل في دي اتساع مهم جدا يا جماعة هل ده هل بس لا لو اتساع بس ما نقولش عليها اكتيزيا لازم او اند انفكشن لازم مع بعض لازم يا جماعة لازم لازم الشرطين دول يتوفروا عشان اقول حصل اكتيزيا يعني ان شاء الله هناخد في البريست كان في الجراحة عندنا بريستي طبعا تمام هناخد في حاجة اسمها دكت اكتيزيا في البريست تمام دكت اكتيزيا معناها البريست بتاعت القنوات اللبانية تمام اتسعت معها لازم الشرطين دول يتحققوا. تمام? طيب احنا اخدنا من شوية ان فيه باروتة جيلاند وفيه ساب منديبلر وسب لنجول. كل واحدة بينهم كان ميها كان ليها ايه جماعة? كان ليها دكت. فعشان نقول حصل سيال. احنا اتفاقنا ان كلمة سيال قلتلك افتكرها بالسيال رئيسال. تمام? فانا افتكرها كده يعني. عشان اقول ان حصل حاجة اسمها دكت اكتيزيا. لازم يتوفر شرطين. هم الشرطين يا جماعة. ان لما قوله حصل سيال اكتيزيا. يعني لازم يتوفر حاجتين. ان الدكت بتاعت السليفاري جلاند. حصل فيها مع الدكت ده حصل انفلميشن. تمام يا جماعة? اتفاقنا? دول الشرطين. السؤال ايه اللي يعمل دكتشن? وايه اللي يعمل فيها? ماشي? انفكشن مش انفلميشن معايش او انفلميشن ما هو انفكشن نعمل انفلميشن. تمام? طيب ايه اللي يعمل سيال اكتيزيا? يعني اتساع في السيال دكت تمام? معها انفكشن. السبب يا جماعة كالقاتي ممكن يكون كونجينتال ويكنس الدليل ان انا بشرح في حاجة اسمها كونjينتال بديهى تماما؟ من الشرطين يا بشرح في حاجة اسمها كونجينتال ديزيس وبالتالي اكيد السليال اكتيزيا الاتيوليجي بتاعها اكيد ممكن يحصل كونجينتال ويكنس. يعني كونجينتال ويكنس يعني الطفل مولود. الدكت سواء بتاعت البروتد او بتاعت ال انا مش محادة واحدة بتكلم عموما دلوقتي تمام. بيكون فيها انتزاع يعني فيها يعني اللي هي هي القناة اللي بتفتح مسلا بتفتح ده عمل فيها اتساع فاميم يا جماعة? ده عمل فيها اتساع. تمام? ده جماعة حصل في اتساع. تمام? حصل فيه حصل فيه حصل في فاميمكن يا اصلا بس ده السبب, طيب ايه المشكلة? جماعة الكلام ده انا 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 بضرب يعني ثلاثة عصافير بحجر. فاهمني? يعني نفس المقدمة دي بتعية الدكتكتيزية اللي في البريست نفسها اللي في الировать Ar sebairatorea نفسها اللي هنا. يعني انا بفهمك ميكانيزم الاكتيزية عموما. فاهمين يا جماعة اصدي انا بفهمك ميكانيزم الاكتيزس عموما. مش ميكانيزم الاكتيزس فى السليفري بس. انا بضرب ثلاثة عصافير بحجر. عشان لما نيجي ناخد بص يا جماعة أي غدة قدل غدة مثلاً تمام لها داكت الداكت بتاعتها المفروض تكون مالها لها كاليبر أو لها دامتر معين تمام الدامتر دا بيسمح إن لما الداكت دي تكون سيكريشنز السيكريشنز دي تخرج في شكل منتظم وتطلع في الحتة اللي بتطلع فيها طيب لما الجدة يحصل فيها داكت اكتزيا تخيل يا جماعة اللي هو بالبلد كده الخرطوم بإدايب فالخرطوم لما بإدايب وسع بيقول عليه مرهرت كده بالعربي البلدي يعني تمام الناس بتوع البلد كده يقول إيه الخرطوم مرهرت شوية تمام فإيه اللي يحصل تلاقي المية أول حاجة اللي خارجة ضعيفة مش كده يعني انت بالعقل كده جماعة جماعة انت مش ملاسك خرطوم وديقت الفتحة بتاعته أو الكاليبر بتاعه تلاقي المية اللي طلع قوية تمام لكن تخيل كده مين بقي واسع جبت خرطوم واسع جداً فتلاقي المية اللي خارجة ضعيفة مش صح كده طب ليه هل عشان الحنفية بتنزل مية أقل قال لك لا الحنفية مفهاش مشاكل الغدة مفهاش مشاكل يعني نفس الريت أو نفس معدل السكريشنز اللي بتكونه ثابت في الحالتين لكن كان المشكلة إن القناة وسعت فمعدل ضخ المية أقل طب لما معدل ضخ المية أقل مش هينطج عنه إن المية اللي هي القليلة اللي ما تضختش فيه جزء منها لسه ما تضخش عشان معدل قليل تفضل متحوشة جوه الدكت فهمين يا جماعة أنا بفهمك ميكانيزم الاكتزي عموماً سواء في البرست أو في رسبراتوري أو في السليفري مش فيه شوية مية كده تفضل متحوشة صح كده يا جماعة طب شوية المية اللي تفضل متحوشين دول في الجسم أكيد الوسط ده هيكون عرضة إنه يجيله إنفكشن يعني مثلاً البرست هيكون الجلد على البرست من برة هيكون على شوية بكتيريا ممكن البكتيريا تقول الله ده قناة وجوها مية أدخل أشرب وتكاثر وعيش مش كده ولا لأ لكن لو القناة رفيعة فبتطلع كل السيكريشنز بتبخها فهمين قصدي بيتطلعها كأنك جاي بخارطوم ورفيع فبيضخ واعر فمش سامح إن فيه شوية يتحوشه جوه كل اللي بيكون الغدة يروح يطلع برة لكن في حالة الكتيزيس يعني الكتيزيس التساع يحصل إيه؟ يحصل التساع في شوية مية يركضه تروح تجي البكتيريا الله إيه ده فيه شوية مية يلا ندخل هيا يلا نعمل koloni's تروح البكتيريا بمجرد ما تلمح إنه فيه شوية مية تروح تدخل مستعمرات من البكتيريا تدخل عند المية دي المية ده وسط حلو جداً البكتيريا تشرب وتاكل وتتكاثر منه تمام؟ تروح تجي البكتيريا تروح تلاقي الله فيه مية او فيه secretions مش شرط مية ممكن يكون بريست يكون فيه لابن مثلا salivary فيه saliva تمام ففهمين قصدي جماعة في الريسبيراتوري مثلا فيه ميوكا secretion فهمين قصدي فالمهم بتلاقي وسط البكتيريا انها تنمو فبمجرد ما تلاقي وسط انها تنمو تروح تعمل infection تحقق شرطين الاكتزيا حصل dilatation يعني بالبلد كده اللي انت في وصلك ايه دلوقتي ان الانفكشن ده مش يعني مش حاجة بتحصل ده نتيجة لل dilatation نتيجة للركود بتاع secretions في الحاجة دي فهمين يا جماعة يبقى بالتالي dilatation ده جماعة عمل infection نتيجة ال inadequate drainage فهمين قصد ده جماعة ولا لا ممتاز طيب بنشوفها ازاي كده كترة بيشوفوا الكلام ده ازاي او بيعرفوا ازاي ما يمكن يعمل التهاب مش بسبب الدكتكتزيا يمكن التهاب لل salivary عموما يعني لو هتكلم salivary wise يعني ما يمكن مش بسبب يمكن حد مثلا جايي لك عنده مثلا خده كده مثلا ملتهب فانت شكيت ان دي sub mandibular gland حصل فيها دكتكتزيا مش كده ولا ايه مش ممكن الدكتكتزيا حصل في البروتد او في المانديبلر او كده في البروتد جلاند لقيت مثلا مين ان البروتد ان مثلا ودانه مرفوع لفوق فكرني فكرني بالاناتومي ايه اللي يرفع الودان لفوق ان بتكون الكابسول الكابسول مقفول من تحته مفتوح من فوق مش كده طيب افرد حد جايي بيشكي ان عنده مثلا التهاب تحت ودنه وارفع له ودنه لفوق افردÖ نستاذي مش كده المامبس انت مش عارف هل ده مثلا دقتية هل ده فيروس تعرف ازاي قالك والله بسيطة انت هتعمله حاجة اسمها سيالو جرام سهلة من الاسم سيالو جرام سيالو غد اللعبية جرام يعني هتشوفها زي سيالو جرام يا جماعة تمام ايه السيالو جرام ده قالك والله السيالو جرام ده حاجة بسيطة ان انت بتعمل صبغة بتعمل صبغة للغدة وتحقنها المفروض الصبغة دي هتروح تدخل في الغدة بصوا كده جماعة فكرة السيالو جرام انت بتجيب صبغة وتحقنها تحقنها في مين؟ في الدكت تمام؟ طيب احنا عرفنا أماكن الدكت تمام وبعدا تحقنها المفروض بتاع ده لما يتفرز جوه جماعة إيه اللي يحصل؟ لما يتفرز يروح ياخد شكل الغدة وبعد ما ياخد شكل الغدة يعني المفروض الصبغة لانت حاندها دي بتاخد شكل الغدة مش كده انت دخلت في الغدة وبعدين بتقول للعيان ده كل مونة ايه ده؟ ايه كل مونة؟ عارف لو حد الاي كيو بتاعه متين هيجيبها هيستنتجها لان احنا شرحناها قبل كده طب هو مش اللمون ده جماعة معروف عنه انه مادة حمضية وانا مش قلتلك قبل كده ان السلايفا بتكون مادة الكالية قلوية فعشان كده لما احنا بنكل حاجة حمضية ربنا بيكتر او بيزود من افراز السلايفا يعني لما يعني السلايفا بتخرج سواء بنكل اكل حمضي او قلوي عادي تمام؟ لكن بتطلع اكتر لو بنكل حاجة حمضية عشان تعادل البي اتش بتاع البق وبالتالي احنا بنقول للعيان كل مونة عشان مادة حمضية فنحفز السلايفا ريجلاند انت هتطلع السيكريشن اسرع طيب ايه فايدة الحركة دي؟ قالك والله لو انسان طبيعي حد طبيعي وعطيته الصبغة وكلم مونة يروح السيكريشن يحصل له ايه؟ هتقول لي والله السيكريشن هيخرج عادي جدا فلما تيجي تعمله سيالو جرام مش هتشوف حاجة فاهمين يا جماعة ولا لا؟ لو حد طبيعي وكلم مونة فراح السيكريشن خرج اللي فيه المادة الملونة اللي انت هتشوفها بالسيالو جرام فالمادة كلها هتخرج فلما تيجي تعمل اشاعة على الغدة بتاعته لو كانت داكتكتيزيا مش هتشوف حاجة ليه لو حد طبيعي نورمل فده معناه ان السيكريشن كلها تفرزت بما فيهم المادة اللي انت صبختها طيب لو حد عنده داكتكتيزيا او سيالكتيزيا زي ما اتفقنا ايه اللي يحصل؟ هيحصل الركود في السيكريشن فتلاقي المادة ما خرجتش خرج نقطة صغيرة منها ولكنها فضلت متحوشة جوه الغدة جماعة حد فيهم انا بتكلم فيه؟ هتلاقي المادة فضلت متحوشة جوه الغدة طيب لما المادة تفضل متحوشة جوه الغدة هتشوفها ازاي؟ انا مش هقولك هتشوفها ازاي هوريها لك تعال اوريها لك عشان تفتكرها مش هتنساها ابدا صورة مميزة Charactatistics مش هتعد عليك فات تاني بصوا كده يا جماعة بصوا كده ايه ده حد يقول لي ايه ده جماعة اول حاجة دي انهي غدة والله انا على نفسي باعرفها من ال duct وباعرفها من المكان ادي ال duct بصوا اي من ده ده درس العقل الاول ده درس العقل التاني هتم شايف القناة قدام درس العقل التاني طبعا يعني مش محتاجة طبعا تمام طيب شايف البروتد ايه ده هي ليه كده البروتد بينة انها انت شايف شايف يا جماعة ده السيالوجرام ده هو ده السيالوجرام تمام يا جماعة ده السيالوجرام ايه ده يا جماعة لما عملنا سيالوجرام لقينا ان المادة اللي احنا حطينها او حقنينها واخد شكل الدكت اهي شايفينها المادة اللي حقنناها واخد شكل الدكت وكمان متحوشة جوه يعني فيه بوائي جوه في الغدة ليه لان المفروض الطبيعي ان احنا لما بنيديها بتفضي الغدة فتروح كل المادة اللي ا عطناها تخرج برا مش كده لكن في الحالة دي ايه ده لقيناها متحوشة في الدكت كلها ما طلعتش عشان عنده دكت كتيزيا ففيه ركود ليه زي الخرطوم واسع يا جماعة خرطوم المية واسع فالمية بتسرسب مش طلع كويس وكمان فيه انفكشن بقى وبتاع سديدلي الطريق فهمين الفكرة فالقينا المادة اللي الحقناها بعد ما كلمونا ما طلعتش تمام بصوا عليها بصوا عليها جماعة ورا بصوا عليها في الغدة ورا قالوا ايه ده ده واخدى شكل نقط كده لونها بيض شبه مين شبه العاصفة السلجية شبه عاصفة التلج كمش ازي كده يا جماعة تمام فقال لك ايه بنسمي الشكل ده بسموه يا جماعة بسموه بسموه تمام يا جماعة يبقى ايه ده الشكل اللي بيظهر مع عينين السيالكتزيا بس هو ده السيالكتزيا والله ما فيه حاجة كتر من كده تمام بنحقن الصبغة ونديله لمونا يمصها ليه عشان مفروضة النسان الطبيعي لما نديله لمونا تروح الغدة تفضي السيكريشنز بالصبغة اللي حقناها فلما نجي نعمل مين سيالو جرام ما يبانش حاجة تمام عشان الغدة خليناها دفرس كتير يعني تمام طيب وخلي بالك شو يعني يعني هنكمل طيب هنا الصبغة هالفض يطلق ده انا شايف الصبغة ده معناها ان الصبغة اللي حقناها فضلة ركدة يبقى داسعي بس يا جماعة كالموضوع سهل مش يعني مش عايزين نطول فيه اكتر من كده يعني طيب والعلاج والله سيلف ليميتد سيلف ليميتد يعني بنروح الام بنقول لها ما تقلقيش هيخف الواحده فاهم بلقاش ربيبة ما اي حاجة بها يخف يعني تمام سيلف ليميتد بيخف عادي يعني تمام بيخف عادي طيب لو كان فيه انفكشن مش هو ممكن يا جماعة دخلني في كرونيك انفكشن مش ممكن احنا مش قلنا ممكن يعمل لي انفكشن ممكن يدخل الطفل في كرونيك انفكشن مثلا طب لو دخل في انفكشن ولا حاجة ولقيت ان في انفكشن بقى وصديد وابتاع هل هتسيبه كده خالص يعني زي ما جاء زي ما راح والله لأ ادي له يعني مضاد الحيوي طيب ايه المضاد الحيوي اللي احنا بندهوله قالك والله المفروض اي مضاد حيوي بياخده الاطفال يعني اي حد فعلت وطفل يقول لك بياخد حق انا اموكزيسلن دايما تمام قالك في الحلقة دي احنا مش هندي له اموكزيسلن هندي له كليندامايسن طيب ليه كليندامايسن بدل الاموكزيسلن ما الاتنين مضادات حيوية ليه انت فضلت الكليندامايسن عن الاموكزيسلن هو قبل ما كمل لو سألتك سؤال مين افضل فيهم هل الكليندامايسن ولا الاموكزيسلن مين أفضل يا جماعة مين أحسن الأموكسسلين الدليل أن احنا بنده مش كده إلا إيه يعني الدليل الأفضل أن الأقوى الأموكسسلين عموما أنا بتكلم كمضاد دحيوي عموما مين أحسن الأموكسسلين الدليل أن هو اللي بيتاخذ للأطفال دايما فده معنى أنه أفضل واحد حد فاكر الكلام اللي أنا قلته ده قبل كده زي ما قلناه في حوار السايرويد تمام طيب يبقى احنا هنا لجأنا للكلين دامايسين كحل تاني مش معنى أن الكلين دامايسين أحسن معنى أن احنا لجأنا ليه عشان سبب فاهمين قصدي؟ أي سبب اللي خلاني نلجأ للكلين دامايسين كبديل؟ أن تركيزه أعلى في السلايفا يعني لو حد فاكر في الفرما يا جماعة كان زمان بيقولك أن في بعض الأدوية بيحصل لها إكسيكريشن في اليورين بعضها بيحصل لها إكسيكريشن انت مش عارف في السويت جيلاند في الغدد العراقية يعني تمام بعضها بيحصل لها إكسيكريشن في السلايفا قالك والله الكلين دامايسين ده بيحصل له إكسيكريشن أكتر مكان في الغدد اللعبية قالك طب ده بركة وهو بيحصل له إكسيكريشن في الغدد اللعبية أو تركيزه أعلى في الغدد اللعبية بالمرة ما هو كده كده الإنفكشن في الغدد اللعبية ادي له كلين دامايسين فيخلص الدنيا تمام عشان تركزاته عالية في السلايفا طب ايه تاني قالك ممكن تتخلي الطفل يشرب دايما تقول للأم شربه دايما عصير بورتقان ولمون وحاجات مين وحاجات اللي هي مين حمضية ليه عشان يخلي الغدة تشتغل دايما فتخلي الغدة نشطة فتروح تفضي الانفكشن ده فاهم يعني المشكلة اصلا ان كان فيه انفكشن وصلايفا ركدة فانت لما يشرب عصير بورتقان ولمون وبتاع يفضي اللي هو يعمل مساجة على منطقة البورتد وبتاعه بحيث ان هو يفعص او يعصر في الدكت كده فاهمني طيب كويس خالص كده خلصنا خلصنا والله يبقى ايه سياله دكتكتيز يا جماعة ده ديجينيرتف ديزيس يعني ديجينيرتف يعني فيه ديجينيريشن في الوول الوول ضعيف تمام خلي بالك يعني الحاجات البسيطة دي ممكن عشان ما بقولهاش الناس بتخدش بالها بنا وتعتقلاطها في الامتحان مع ان قلتها على فكرة في السريح يعني تمام اللي حصل في الوول يقتついて قلت Muchas علم事 ايه ونقولها ديجينيريشن صعب جماعة كلمة ضعيف بنقولها ديجينيريشن تمام ومش مت 정ين كويس سأ будут تعتبر ديجينراتيف ديزيزيز لحسن نقولك ده ديجينراتيف ديزيز مش عارف ولا ايه ديزيز هو ديجينراتيف ديزيز عشان فيه ناس يعني ايه كده يعني تمام طيب ايه سببها والله ممكن يكون برايماري يعني ايه برايماري تولد بي كونجينيتال تمام ممكن يكون سيالولاي ليثييازيز يعني فيه حصوة سدالك فالحصوة خلت السلايفة تركد فحصل فيها انفكشن يعني بصوا يا جماعة من الاخر اي حاجة تخلي السلايفة تركد هيخلي ان ده وسط يعني ممكن اي بكتيريا تيجي وتعيش فيه فاهمني يعني حصوة تسد السلايفة طب اوتو ايميون مثلا يعملك التهاب فالالتهاب ده يجيبلك بكتيريا يسد السلايفة بكتيريا دخلت على طول تسد فاهمني طيب تمام ايه بقى اللي ممكن يحصل فيه نلاقي والله ان فيه مناطق يعني مناطق مقفولة ايه الدليل الدليل ان احنا شوفنا ساند ستورم عارف ايه الساند ستورم دي يا جماعة ان قدام الحتة دي فيه حتة مقفولة فاهمين فمش عارفة تطلع الاسكريشن هنا فبيقول لك فيه مالتي يعني كتاب الاسر العيني كتاب لك فيه مالتي سيجمينتال ستينوزيس اريا يعني فيه كزا حتة فيها ستينوزيس الدليل اهو اهو الساند ستورم ما كل نقطة دي معناها محشورة مش عارفة تطلع لما انت حقنت الصبغة مش عارفة تخرجها فاهمين الفكرة طيب وبالتالي فيه مالتي سيجمينتال معها ايه تاني يا جماعة معها يعني فيه ديليتيشن في الدكت عشان ده دكتكتيزيا تمام انا بقرار لكتاب الاسر اشوف ايه الحاجة النقصة يعني تمام طيب ايه تاني اه بيقول لك ايه تاني بيقول لك فيه دكتو اوبستركشن الدكتو اوبستركشن هيخلي الصلايفة قليلة لما الصلايفة تقلي ده جماعة اسمه زيروستوميا يعني قلالان او شححان الصلايفة اسمه زيروستوميا زيروستوميا زي خدنا عملكده زيرو في صالميا تمام فزيروستوميا معناه شححان الصلايفة اعرف المصطلح ده اي حاجة تقلي للصلايفة اسمه زيروستوميا تمام كمام ايش بيقول لك معه زيروستوميا تمام الزيروستوميا يعني لما يقل السلايفا احنا عارفين قولنا ان السلايفا دي في المقدمة ان فيها فيها اجسام مضادة فلما يقل السلايفا في البق بقك يبقى ناشف البق الناشف دي خلي البكتيريا ما تموتش في بقك فتبدأ تخرج تطلع على مين تطلع على الدكت وتعمل دكتكتيزيا فاهمين الفكرة طيب يعني السيكونس بدأ ان في حاجة خلت السلايفا ما تطلعش سواء كان كونجينيتل او كان حصوى فلما السلايفا ما طلعتش البق الناشف لما البق الناشف البكتيريا عششت لما البكتيريا عششت داخلت في الفتحات اللي في بقك زي تعملك تسوس في الأسنان تمام تدخلك في تعملك سيالوجرافي هتلاقي ايه يا جماعة تلاقي الشكل اللي انت شفته ده تعمل ايه تمام طيب وبرضو فيه كلمة كده لاحسن حد يسأل عليها برضو في كتاب الاصر العيني كتاب الاصر العيني كتبلك بيقولك ايه يعني ايه في الحقيقة يا جماعة سيكون غامقة لكننا نجعل الصورة القرارات في التصوير زمان بشكل الهواء يتقلل ليس لنبيل الهواء يعني لنباق رد بشكل الأبوض هذا في التصوير اسمه فهيني؟ ليس فاهمينك أذهب أرى معي هذا لون الصبغ الأصل هؤلاء الأشعة الطبيعية ولون الصبغ الأصل يكون غامئ انها بيكون غامق شايفين الصبغة دي جماعة اهو قالك بس بيعملوا حاجة في الاشعة اسمها كنتراست كنتراست يعني بيقلبوا الالوان يعني تمام بيخليها بالشكل ده يعني مش مهم يعني بس اللحسن حد يسأل عليها اسم ايه ده اسمه سيالو جرام تمام بيبال لك اسمه ستورما ابيرانس العلاج العلاج طبعا بيقول لك تعالج السبب يعني لو كان انفكشن تدي له كلينداميسن زي ما اتفقنا لو الموضوع ما تعالجش اهتعمل سيالة دي نوكتمي يعني تشيلها بس خلص الموضوع اضافة بقى من عندي اضافة من عندي اهي الاضافة دي جماعة ان الممكن يلخبطك الموضوع ده مع الممبس النكاف زي ما اتفقنا من شوية طيب تعرف ازاي اذا كان الالتهاب ده نكاف ممبس ولا سيالي داكتكتيزيا تعال انا اقول لك اه انا اقول الممبس يا جماعة النكاف بيكون بايلاترال ليه بايلاترال لان لان النكاف ده فيروس والفيروس ده بينتقل عن طريق الدم في الاول ومن الدم يوصل للغدة طب السؤال هل الدم بيغزي ناحية واحدة ولا ناحيتين الاجابة ناحيتين يبقى اكيد الفيروس هيوصل ناحيتين يبقى هتلاقي الفيروس بتاع الممبس عامل او عامل التهاب او عامل التضخم في الغدة على الناحيتين صح كده عكس السيالة ده تكتيزيا الديجينيريشن غالبا الطفل بيتولد بديجينيريشن في ناحية واحدة مش في الناحيتين فهمين يا جماعة او غالبا الحصوة بتجي في ناحية واحدة مش ناحيتين تمام فالسيالة ده تكتيزيا بتكون يونيلاترال غالبا لكن الممبس بيكون بايلاترال فهمنا ده اول فرق تمام فتلاقي مين يا جماعة تلاقي اللي هو مين النحيتين كده في مين اللي هو تحت ودنه كده ورمين كده كان حد كده ضربه كده بوكس كده جامد يعني تمام فيقولك ان البتاعة دي يا جماعة اللي هو الممبس اول يعني اللي هو مين بتتشاف يعني كأن حد مضروب يعني لو بصيت على حد عنده نكاف ادي مثلا بقه تلاقي مثلا ان ناحيتين بقه كده متضخمين وملتهبين كأن حد عطيه بوكس كده كأن حد عطيه بوكس عارف البوكس ده ناحيتين مايتشافش غير في الممبس لكن في السيالة ده تكتيزيا ما بتكونش غير في ناحية واحدة وما بتكونش متشافة يعني بتحسها يعني السيالة ده تكتيزيا فلت بترزان سين السيالة ده تكتيزيا بتتحس لما تحط ايدك تحس اه ده فيه ورم لكن ما بيكونش فيه حاجة بينة قوي على الوش عكس الممبس انه كاف بتتشاف يعني كأن حد مضروب يمين وحد مضروب شمال كأن حد ضربه بوكس كده يمين وشمال تمام فيقولك انها بتسين بتتشاف بترزان فلت انت مش محتاج تحسها ده انت شايفها تمام الممبس سين بترزان فلت حتى عشان كده في القرى والقرى اللي هي مين الناس الكبيرة بقى والعواجيز سمعت كده حد سمع الكلمة دي بيسموا الممبس الناس اللي عندهم يقولك ده ولدي والله جاله ابو اللطيش ماشي الناس الكبيرة العجوزة كده بيسموه في القرى ابو اللطيش او ابو اللكيم الناس كده والله بيسموه كده فعلا الناس في القرى تلاقي مسلا عنده ابو اللطيش ولا عنده ابو اللكيم ايه ابو اللطيش ولا ابو اللكيم سمع الكلام ده في المستشفى جماعة اكيد يعني تمام ايه ابو اللطيش او ابو اللي هو النكاف طب ليه الناس بيسموه أبو اللطش أو أبو اللوكيم أصلي باين كده على الوش كإن حد ضربه بوكسين كده فاهم كإن حد برق لطشتين كده ولا أعطاله لكمة تمام فاسمه أبو اللوكيم فاهمين الفكرة كإن حد أعطاله لكمة يمين ولا كم شماد لكمة بوكس يعني تمام طيب فعشان كده إني ممكن تفكرك أنه كابل لطش فانتاستيك في الامتحان أنه يكون سين بيترزنفيلت إنما عكسه سيلا تكتزي بيترزنفيلت وفتكر أنه بيلاترال خلصنا بس أنا أسهبت يا جماعة الكلام ده والله ما مكتوب في كتاب القصر يلا الله اللي بعد اللي بعده خلاص كده ده تكتزي حاجة عبيضة ونفهاش أي حاجة صعبة يعني قران كتاب القصر فيهاش أي حاجة صعبة تمام؟ اللي بعده؟ اللي بعده؟